ما يؤكده المراسلون العسكريون في إسرائيل الذين يقومون لديهم علاقة وثيقة مع الجيش وقسم منهم موجود أيضا في أرض المعركة يتحدثون عن تفكيك العملية الحربية الإسرائيلية إلى أجزاء ويتقدمون إلى الأمام كلما حققوا جزءا منها يعني عندما تقول أنك حققت جزءا منها هذا يعني أنك ترصد كيف كانت النتائج هل المسألة سهلة مثل ما يبدو الآن إذا كانت سهلة فستفتح شيئتهم على القطوة القادمة والثالثة والرابعة وهناك من بدأ يتحدث من الآن منذ أن حطت أقدام الجيش الإسرائيلي على أرض لبنانية بدأ يتحدثون عن إيران وضرب إيران مباشرة يعني هناك قوة في إسرائيل تفتح شيئتها على هذا الأمر الجيش الإسرائيلي عندما أقدم على كل هذه العملية في لبنان كان همه الأساسي أن يسترد هيبته شعبية طيب استهداف إيران هل مربوط برد إيراني أو تصعيد إيراني أم أنه قد يكون استباقي كما يريد نتانياهو أو كما يردد البعض بأن نتانياهو يريد ذلك خصوصا بعد كلمتي بالأمس إلى النظام لم يتحدث فيه إلى النظام الإيراني ولكن للشعب الإيراني في الوقت الحاضر هو تهديد إسرائيلي لكي لا تتدخل إيران فيما يجري الآن على الأرض اللبنانية والولايات المتحدة قالت لإسرائيل أن لديها تفاهمات مع إيران بأن لا تكون شريكة في هذه الحرب ولكن أنا أتحدث عن أفشهية كيف يمكن أن تنشأ لدى قوة معينة في إسرائيل أن تشعر أنها بحاجة إلى المزيد ولكن توجد ضوابط ليس فقط أمريكية أيضا الجيش الإسرائيلي لديه حسابات الحساب الأول هو أن يسترد كرمته استطلاع رأيي نشر اليوم عن معهد أبحاث الأمن القومي يقول أن الجيش فعلا ارتفع بشعبيته بشكل كبير من 70% إلى 87% عندما سئل الإسرائيليون رأيهم في نتانياهو الثقة في نتانياهو 37% يعني ارتفعت من 30% إلى 37% لكن الرئيس الجيش الإسرائيلي ارتفعت من 46% إلى 76% وعمليا الجيش يحقق الأهداف التي يريدها من هذه الحرب شيئا فشيئا على الصعيد الداخلي قضية استبعاد الحزب الله عن منطقة الجنوب هم يقولون نحن نريد استبعاده عن طريق تنفيذ قرار 1701 مع ضمنات يعني يضيفون الآن الضمنات إذا لم تقوموا أنتم ببقض هذه الضمنات فنحن الذين سنكون بعد الضمنات عن طريق الاحتلال وهذا طبعا هو جزء من التهديد جزء منه أيضا قطة وموضوعة ويدريدون أن يتدحرجوا لها إلى الأمام إذا لم تكن لهم مقاومة سوف يفعلونها حتى يصلوا إلى اتفاق سياسي يضمن لهم هذا العمل شكرا جزيلا لك كنت معنا من الناصرة المتخصص أصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر